بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأخوال والأعمال اللهم آمين نشرع بإذن الله تعالى في الدرس الثاني والخمسين في التعليق على نظم صفوة الزبت في هذا اللقاء سيكون الكلام حول أحكام اللقيط وأحكام الوديعة وأيضا سنتكلم إن شاء الله تعالى عن الحقوق المتعلقة بالتركة فنبدأ أولا بأحكام اللقيط واللقيط اسم بصبي أو مجنون لا كافر له معلوم اسم بصبي أو مجنون لا كافر له معلوم إما أنه لا كافر له أصلا أو له كافر لكنه غير معلوم والتقاط هذا الصبي ورعايته والقيام على تربيته وكذلك القيام على أمر مجنون حكمه طرد كفاية ودل على مشروعية هذا الالتقاط قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وأيضا يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ذكر الناظم رحمه الله تعالى بعض الأحكام المتعلقة بالتقاط اللقيط فقال رحمه الله تعالى للعدل أن يأخذ طفلا نبذا فرض كفاية وحظنه كذا وتقرأ فرض كفاية خبر لمبتدى محدوف تقديره هو أي أن يأخذ الطفل أي أخذ الطفل هو فرض كفاية وتقرأ أيضا فرض كفاية بالنصب حال منصوب على الحال أي حال كونه فرض كفاية في هذا البيت ذكر الناظم رحمه الله تعالى مسألة المسألة الأولى أن حكم التقاط اللقيط فرض كفاية ومعلوم أن فرض الكفاية مهم إذا قام به البعض سقط الإثم والحرج عن الباقين فالنظر فيه إلى حصول الفعل لا إلى ذات الفاعل ولا فرض الكفاية تتعلق به أحكام موضعها كتب أصول الفقه لكن الشاهد هنا أن التقاط اللقيط سواء كان صبيا أو مجنونا حكمه فرض كفاية ومحل قونه فرض كفاية إذا علم به أكثر من واحد أما إذا لم يعلم به إلا واحد فالتقاطه حينئذ يكون فرض عين ويجب الإشهاد على التقاطه خوفا من استرقاقه يجب الإشهاد على التقاط اللقيط خوفا من استرقاقه أي خوفا من أن يدعي من التقطه بأنه عبد وهذا ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى تعليلا لما كان في زمانهم من وجود الرقل يمكن أن يقال وأقول هذا من قبل نفسي يمكن أن يقال اليوم لا يجب الإشهاد لأن الرقع يكاد يكون منعدما ويجب الإشهاد أيضا يعني كما أن الإشهاد يجب على الالتقاط أيضا يجب الإشهاد على ما معه أي على ما مع اللقيط فإذا كان معه مال أيضا وجب الإشهاد عليه ويكون الإشهاد عليه تابعا للإشهاد على اللقيط وهذا حكم يختلف فيه اللقيط عن اللقطة في اللقطة قلنا الإشهاد مستحب أما في لقط اللقيط أو في التقاط اللقيط الإشهاد واجب هذه المسألة الأولى التي تضمنها قول الناظم رحمه الله تعالى فلا بد أن يكون اللاقط عبلا بأن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا وأن يكون حرا وأن يكون مسلما وأن يكون أمينا وأن يكون رشيدا فلو التقط مثلا عبد بلا إذن سيده أو التقط كافر أو التقط محجور عليه بسفة فإن اللقيط ينتزع منهم ويصح أن يلتقط مسلم أو كافر كافرا يصح أن يلتقط مسلم أو كافر كافرا لكن الكافر لا يصح أن يلتقط مسلما ثم إن الناظم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر لنا حكم الالتقاط للقيط وذكر لنا أيضا ماذا يشترط في اللاقط للقيط ذكر لنا رحمه الله تعالى مصادر الإنفاق على اللقيط من أين ينفق على اللقيط فقال رحمه الله تعالى وقوته الضمير في قوله وقوته يعود إلى اللقيط قال وقوته من ماله بمن قضى لفقده أشهد ثم اقترض عليه إذ يفقد بيت المال والقرض خذ منه لدى الكمال رتب الناظم رحمه الله تعالى مصادر الإنفاق على اللقيط وفي الحقيقة مصادر الإنفاق على اللقيط أربعة أولها أن ينفق على اللقيط من ماله إما من ماله الخاص أو من ماله العام فماله الخاص كما لو كان معه مثلا مال من دنانير أو دراهم ملفوفة معه كأن كان معه من دنانير أو دراهم ملفوفة معه أو مجدودة إلى ثيابه أو موضوعة مثلا في مهده أو نحو ذلك في كيس في مهده أو نحو ذلك أو كان مثلا معه حلي أو نحو ذلك فينفق عليه من ماله الخاص أو ينفق عليه من ماله العام كأوقاف وقفت على اللقاط أو وصايا كانت للوقاط فينفق على اللقيط هذا أول مصادر الإنفاق على اللقيط أنه ينفق عليه من ماله إما من ماله الخاص أو من ماله العام والإنفاق عليه يكون بإذن القاضي ولذلك النظم رحمه الله تعالى قال وقوته من ماله طبعا قوله من ماله أي من ماله الخاص أو العام كما بينا بمن قضى أن ينفق عليه من ماله بإذن من القاضي فأشار إلى إذن القاضي بقوله بمن قضى فإن لم يكن تم قاضي مثلا فإنه لا ينفق عليه إلا بعد الإشهاد يشهد على الإنفاق عليه وهنا في قول نظم رحمه الله تعالى أنفق عليه بمن قضى هل لابد في كل نفقة في كل مرة ينفق فيها على اللقيط أن يشهد القاضي قال كثير من فقهاء الشافعية نعم في كل مرة ينفق على اللقيط لابد أن يشهد أو لابد أن يأخذ إذنا من القاضي في كل مرة ينفق على اللقيط لابد من إذن القاضي واعتمد بعض الفقهاء ومنهم علامة الرملي رحمه الله تعالى أنه يكفي إذن القاضي في النفقة لأول مرة أنه يكفي إذن القاضي للنفقة في أول مرة وفي هذا يسر لأننا لو اشترطنا إذن القاضي في النفقة لكل مرة لحصل بذلك عسر وحرج ثم المصدر الثاني من مصادر الإنفاق على اللقيط يعني إن لم يكن له مال لا مال خاص ولا مال عام فإنه ينفق عليه من بيت مال المسلمين من بيت مال المسلمين فإن لم يكن في بيت مال المسلمين مال أو كان هناك مال لكن هناك أمورا أولى وأهم من الإنفاق على اللقيط مثلا فحينئذ ننتقل للمصدر الثالث من مصادر الإنفاق على اللقيط وهو أن يقترض الحاكم وينفق عليه أن يقترض الحاكم أموالا وينفق على هذا اللقيط من تلك الأموال التي اقترضها له فإن تعذر اقتراض الحاكم اقتراض القاضي فننتقل للمصدر الرابع من مصادر الإنفاق على اللقيط وهو أن نفقته تجب على مياسير المسلمين قرضا لا تبرعا فيجب على مياسير المسلمين أن ينفق عليه قرضا لا تبرعا بأن يقترض من مياسير المسلمين وينفق على هذا اللقيط وإنما كان ذلك قرضا منهم لا تبرعا لأننا لم نتحقق أن هذا اللقيط لا مال له يمكن أن هذا اللقيط له مال فلما لم نتحقق أن هذا اللقيط لا مال له كان الاحتياط لمال الغير أن ينفق عليه قرضا لا تبرعا فإذا بلغ الطفل أي صار بالغا يوخذ القرض من كسبه أو من ماله إذا ظهر له مال أو الحاكم يقضي ما على هذا اللقيط من سهم الفقراء أو من سهم المساكين أو من سهم الغارمين كما هو مقرر في الزكاة النظم رحمه الله تعالى أشار إلى هذا فقال وقوته من ماله بمن قضى لفقده أشهد ثم اقترض عليه إذ يفقد بيت المال واضح؟ أي أولا ينفق عليه من ماله ثم من بيت مال المسلمين ثم يقترض الحاكم واضح؟ والحاكم يقترض عليه سواء كان اقتراض الحاكم يعني من مياسير المسلمين أو من غيرهم ثم قال رحمه الله والقرض خذ والقرض خذ هذا القرض مفعول به مقدم للفعل خذ وهو فعل أمر قال والقرض خذ منه أي من اللقيط لدى الكمال فإما أن يأخذ منه عندما يبلغ معنى قوله لدى الكمال أي بعد البلوغ وذلك إذا كان له كسب أو ظهر له مال أو يسدد ذلك من سهم الفقراء أو المساكين أو الغارمين كما بينا ثم شرع النظم رحمه الله تعالى في الكلام على أحكام الوديعة والوديعة معناها في اللغة ما وضع عند غير مالكه ليحفظ وأما عند الفقهاء فالوديعة عقد مقتضن للاستحفاظ والوديعة تطلق في لسان الفقهاء ويراد بها العقد وأيضا يراد بها الشيء المودع ودل على مشروعية الوديعة قول الله سبحانه وتعالى في كتابهم كريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقول النبي صلى الله عليه وسلم أدل أمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي فالوديعة فيها إعانة للمسلم وأركانها أربعة مودع وهو صاحب الوديعة الطالب للاستحفاظ ومودع وهو الشخص الذي يقوم بحفظ الوديعة ويسمى أيضا وديعا ووديعة وهو الشيء المطلوب حفظه وصيغة وصيغة بارك الله فيكم يكفي فيها لفظ من أحدهما يكفي فيها لفظ من أحدهما إما من المودع وإما من المودع فإما أن يقول المودع أو دعتك هذا الشيء ولا يرد الآخر وإما أن يقول المودع أو الوديع أو دعني هذا الشيء فيناوله المودع فالصيغة يكفي فيها لفظ من أحدهما وعدم رد من الآخر وشرط الوديعة أن تكون محترمة سواء كانت مالا أو كانت اختصاصا ولذلك يصح أن تكون الوديعة كلبا معلما أو خمرا محترمة والخمر المحترمة هي ما عصرت بقصد الخلية ولا يصح أن تكون الوديعة آلة لهو ولا خمرا غير محترمة وشرط كل من المودع والوديع أن يكون مطلق التصرف أي أن يكون بالغا عاقلا رشيدا قال الناظم رحمه الله تعالى سن قبولها إذا ما أمنا خيانة إن لم يكن تعين ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت حكم قبول الوديعة وبين رحمه الله تعالى أنه يسن قبولها واستحباب قبولها يكون استحبابا عينيا إذا انفرد المودع واستحبابا كفائيا إن تعددوا وهذا الاستحباب له شرطان كما في هذا البيت الشرط الأول ذكره الناظم رحمه الله تعالى في قوله إذا ما أمنا خيانة فإذا أمنا خيانة نفسه بأن وثق بأمانتها في الحال وفي المستقبل فإنه يستحب له قبول الوديعة وأما إذا خاف خيانة نفسه مستقبلا فإنه يكره له أن يقبل الوديعة إن لم يعلم المالك بذلك وإلا فإن علم المالك بذلك فإن قبولها يكون مباحا والشرط الثاني الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى ألا يتعين عليه أخذها ولذلك قال إن لم يكن تعين فإن تعين عليه أخذها وجب عليه قبولها فيكون قبول الوديعة حينئذ واجبا ويتعين عليه قبولها إذا خشي ضياعها لعدم قدرة صاحبها على حفظها وحينئذ إذا وجب عليه قبولها لأنه يخشى من ضياعها فله أن يأخذ أجرة على قيامه بحفظها إذن هذا البيت ذكر فيه الناظم رحمه الله تعالى أنه يسن قبول الوديعة بشرطين الشرط الأول إذا أمن خيانة نفسه والشرط الثاني إذا لم يتعين عليه قبولها ومتى يتعين عليه قبولها قلنا يتعين عليه القبول إذا خشي من ضياعها أو إذا خشي من ضياعها ثم قال الناظم رحمه الله تعالى عليه حفظها بحرز المثل وهو أمين موديع في الأصل ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت مسألتي مسألة الأولى أنه يجب على الوديع أن يقوم بحفظ الوديعة في حرز مثلها والمراد بقوله في حرز المثل أي فيما تحفظ فيه عادة فلو لم يحفظها في حرز مثلها فإنها تضمن إذا تلفت لأنه حينئذ يكون مقصرا كأن حفظ الثياب في زريبة البهائم فإن هذا ليس حرز مثلها أي زريبة البهائم ليست مكانا معتادا لحفظ الثياب والمسألة الثانية التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى أن الوديع أو المودع أمين فلا يضمن إذا تلفت الوديعة إلا إذا كان مفرطا إلا إذا كان مفرطا ثم قال رحمه الله تعالى يقبل باليمين قول الرد لمودع للرد بعد الجهد ذكر رحمه الله أن المودع أمين وعليه إذا كان المودع أمينا فإن قوله في الرد على المالك مقبول بيمينه فإن قوله في الرد على المالك مقبول بيمينه وهذا معنى قوله في النظم يقبل باليمين قول الرد لمودع وقوله قول الرد لمودع يؤخذ منه أنه لو رد الوديعة على غير المودع كأن ردها إلى ابنه أو إلى زوجته مثلا فإن دعوة الرد لا يكفي فيها اليمين بل يطالب المودع حينئذ بالبينة وإذا أنكر المودع الوديعة أنكر المودع الوديعة فأقام المالك بينة بها فادعى المودع أنه ردها فحينئذ دعواه للرد بعد الإنكار لا يقبل باليمين بل لابد فيه من إقامة بينة وهذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله لا الرد بعد الجحد أي لا يقبل قوله في الرد بمجرد يمينه بعد أن جحدها فإذا جحدها ثم أقر بها فلا يكفي حينئذ يمينه بل لابد من إقامة بينة هذا معنى البيت ثم قال رحمه الله تعالى وإنما يضمن بالتعدي والمطل في تخلية من بعد طلبها من غير عذر بيني وارتفعت بالموت والتجنن ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت أو في هذين البيتين مسألتين مسألة الأولى أن المودع أمين لا يضمن إلا بالتفريط وهذا قد مر معنا آنفا والمسألة الثانية التي ذكرها أن من أسباب الضمان بالتعدي أن يماطل المودع برد الوديعة بعد مطالبة صاحبها فإذا طالب صاحبها بردها فماطل المودع في ذلك وكانت مماطلته بغير عذر ولذلك قال والمطل في تخلية من بعد طلبها من غير عذر بيني فإذا كانت مماطلته أي تأخيره من غير عذر بين وتلفت الوديعة في أثناء المماطلة فإن المودع يضمنها حينئذ وأما إذا كانت أخيرها لعذر ككون المودع في أثناء صلاة أو أكل أو قضاء حاجة أو كونه في أثناء ليل وحصل لها تلف في أثناء تأخره لعذر فإنه لا يضمنها والواجب على المودع هو أن يخلي بين المودع أي بين صاحب الوديعة والوديعة أن يخلي بينهما ولا يجب عليه أي المودع أن يقوم بحمل الوديعة إلى مالكها لا يجب عليه ذلك لأن المودع محسن والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ما على المحسنين من سبيل ولذا فإن مؤنة الرد أي رد الوديعة على صاحبها تكون على صاحب الوديعة الذي هو المالك ولا تكون على المودع لأن المودع بارك الله فيكم لأن المودع محسن والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل وأيضا يمكن أن نزيد مسألة ثالثة ضمنت في هذين البيتين وهي أن الوديعة عقد جائز لأن الوديعة في الحقيقة هي وكالة بالحفظ وعليه فإن الوديعة انفسق بموت أحد العاقدين فإذا مات المودع أو مات المودع انفسقت الوديعة وكذلك بجنون أحدهما أي بخروج أحدهما عن أهلية التصرف هذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في أحكام الوديعة ثم شرع الناظم العلامة برسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الكلام على الفرائض والفرائض لما كانت نصف العلم كما جاء في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وإن كان في إسناده ضعف ناسب أن تذكر في نصف الكتاب كما ذكر ذلك العلامة البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته وجعلت الفرائض نصف العلم لأنها تتعلق بالموت المقابل للحياة وقيل غير ذلك والمراد بالفرائض قسمة المواريث أي قسمة التركات سواء كان الاستحقاق بالفروض أو كان الاستحقاق بالتعصيد لكن يسمى هذا العلم علم الفرائض دون التعصيب فلا يقال علم الفرائض والتعصيب وإنما يقال علم الفرائض لقوة الفرائض وشرفها لأن الشرع هو الذي قدرها وهذا العلم يسمى علم الفرائض ويسمى علم المواريث وهو أصبح علما قائما بذاته له مصنفات مستقلة ويذكر في كتب الفقه لكن محل بصته في كتبه التي ألفت فيه سواء كانت نظما أو نثرا ومن أحسن ما نظم في الفرائض نظم الرحبية وعليه شروح كثيرة نافعة يسر الله سبحانه وتعالى في المستقبل قراءة هذا النظم والتعليق عليه واركان الإرث ثلاثة وارث ومورث وحق موروث وشروط الإرث أيضا ثلاثة الأول تحقق حياة الوارث بعد موت المورث والثاني تحقق موت المورث والثالث العلم بجهة التوارث أو العلم بالجهة التي تقضي الإرث وأسباب الإرث ثلاثة وهي النكاح والولاء والنسب أو القرابة وأشار إليها صاحب الرحبية رحمه الله تعالى فقال أسباب ميراث الوراء ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواري في سبب وأما موانع الإرث فأيضا ثلاثة وهي القتل والرق واختلاف الدين سيأتي الإشارة إلى ذلك في كلام الناظم رحمه الله تعالى بدأ الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالفرائض بذكر الحقوق الخمسة التي تتعلق بالتركة فقال رحمه الله يبدأ من تركة ميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق فمؤن التجهيز بالمعروف فدينه ثم الوصاية في من ثلث باقي الإرث والنصيب فرض مقدر أو التعصيب هذه خمسة حقوق تتعلق بالتركة وهذه الحقوق الخمسة التي تتعلق بالتركة يجب ترتيبها عندما تضيق التركة بها بأن كانت التركة لا تتسع لجميعها فيبدأ أولا بما كان متعلقا بعين التركة ثم بمؤني تجهيز الميت ثم بالديون المرسلة ثم بالوصاية ثم ما بقي فيكون إرثا فهذا الترتيب يكون واجبا إذا كانت التركة لا تتسع لجميع هذه الحقوق وأما إذا كانت التركة تتسع لها فالترتيب حينئذ يكون مندوبا أول هذه الحقوق الحق الذي يتعلق بعين التركة كالرهن والزكاة وهو ما أشار إليه النظم رحمه الله تعالى في قوله يبدأ من تركة ميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق أي بعين التركة فالميت إذا كان عنده شيء قد رحنه في حال حياته فإن الورثة ليس لهم أن يتصرفوا في هذه العين المرهونة بلا إذن المرتهم وكذلك إذا كان هذا الشخص الذي مات عليه زكاة كأن يكون عنده خمس من الإبل فالواجب شاه وعنده شاه لكنه لم يخرجها ومات فإن هذه الشاه يتعلق بها حق إذن أول شيء لابد أن يراع في التركة الحقوق التي تتعلق بعينها ثم بعد الحق المتعلق بعين التركة يأتي الحق الثاني وهو مؤن تجهيز الميت ومؤن تجهيز الميت من نحو ثمن ماء لتغسير الميت وأجرة الغاسل للميت وثمن الكفن والحنوط وكذلك أجرة الحاسر للقبر فهذه المؤن تأخذ من التركة وهي الحق الثاني ويكون أخذها بالمعروف والمقصود بقول النظم رحمه الله تعالى فمؤن التجهيز بالمعروف أي بحسب يسار الميت وإعساره فإذا كان حال حياته من أهل اليسار عمل معاملة أهل اليسار بعد موته وإذا كان في حال حياته من أهل الإعسار عمل بما كان عليه الحال في حال حياته والحق الثالث الديون المرسلة والمقصود بالمرسلة أي المطلقة التي لا تتعلق بعين التركة فهذه الديون المرسلة فالكفارات مثلا وكديون الناس مثلا تاتي في المرتبة الثالثة وتقدم ديون الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع على الديون الآدمين ثم الحق الرابع الذي يتعلق بالتركة هو الوصايا فالميت إذا أوصى لأحد من الناس بالثلث فأقل فإنه يأتي ذلك في المرتبة الرابعة وهو المراد بقول ناظم رحمه الله تعالى ثم الوصايا توفي فإذا تمت هذه الحقوق الأربعة ما يتعلق بعين التركة وما يتعلق بمؤل تجهيز الميت بالمعروف والديون المرسلة والوصايا إذا تمت هذه فما بقي بعد هذه الحقوق الأربعة يكون إرثا بين الورثة إما بالفرض وإما بالتعصيب وهذا المقصود بقول الناظم رحمه الله ثم الوصايا توفي من ثلث باقي الإرث والنصيب فرض مقدر أو التعصيب فقوله والنصيب فرض مقدر أو التعصيب أي أن الإرث إما أن يكون فرضا وإما أن يكون تعصيبا كما قال لك صاحب الرحبية رحمه الله تعالى واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم مثال يوضح الترتيب لهذه الحقوق التي تتعلق بالتالج نفترض أن شخصا مات وترك بينا لزيد قدره مئة دينار وترك سيارة مرهونة بألف دينار وكان قد أوصى لأحمد بخمسين دينارا ومؤنة تجهيزه بعد موته تساوي مئتي دينار وكانت تركة هذا الشخص ألف وخمسمائة دينار فماذا نقدم من هذه الحقوق الجواب أن الحق الذي يقدم هو ما كان متعلقا بعين التركة والذي يتعلق بعين التركة من هذه الأمور هو أمر السيارة المرهونة فالسيارة المرهونة رهنت بألف دينار إذن أول شيء أن يفك هذا الرحم ثم بارك الله فيكم يكون الحق الثاني وهو مؤنة التجهيز وقلنا إن مؤنة التجهيز تساوي مئتي دينار ثم يأتي الحق الثالث وهو الدين المرسل الذي لزيد عليه ويساوي مئة دينار فيبقى من الألف والخمسمائة التي هي ماذا التي هي التركة يبقى مئتا الحق الرابع والوصية فإنه الميت هذا قد أوصى لأحمد بخمسين دينار فنعطي أحمد ما أوصى له الميت وهو خمسين دينار وهو خمسون دينار يبقى تم يبقى مئة وخمسين دينار هذه تكون للورثة من كان منهم يرث بالفرض يأخذ بالفرض ومن كان منهم يعني يرث بالتعصيب يأخذ بالتعصيب إذن هذه الأمور الخمسة أو الحقوق الخمسة التي تتعلق بالتركة والتي افتتح بها الناظم رحمه الله تعالى كتاب الفرائر وليس الناظم فقط فعادت الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يفتتحون بها كتاب الفرائر فقال الناظم رحمه الله يبدأ من تركة ميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق فمؤن التجهيز بالمعروف فدينه ثم الوصايا يوفي وفي بعض النسخ ثم الوصايا توفي قال من ثلث باقي الإرث والنصيب فرض مقدر أو التعصيب وفي الأسبوع القادم نشرع إن شاء الله فيما بقي من أحكام الفرائر وقبل أن أختم معكم هذا الدرس سلكت طريقة جديدة في عرض الدرس وهي أن يكون الشرح بهذه الطريقة ليس فيه الصورة لمباشرة وذلك بسبب أنني أعاني من ضعف الأنترنت ورفع الفيديو بقودة يعني متوسطة يستغرق وقتا طويلا أحيانا يصل عندي إلى ثمانية عشر ساعة فجعلت فجعلت الصوت هو المسجد ثم أدخلته على شرائح الباير بوين وجعلت النظم هو المكتوب ليمكن ليتمكن المتابع من السماع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمام هذا الشرح وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر